سبعة ألاف نسمة يعيشون في قرية نسيتها الجهود الصحية الحكومية وسط انتشار مرض الثلاثيمية بين الأهالي التفاصيل يرويها لنا هذا التقرير حيث المعاناة والمأساة توجهنا وفي قرية مسعيدة بقضاء الرميثة توقفنا ليتنا لم نتوقف فما رصدناه في هذه القرية المنسية كان محزنا للغاية الأطفال هنا يولدون بشكل طبيعي لكنهم سرعان ما يفارقون الحياة وإن بقوا على قيدها فالتشوهات ستكون من نصيبهم دون معرفة الأسباب حتى الآن لدي بنات اثنين مرضهم مزمن بالثلاثيمية ويوقع بالدقائق يوقع زين إذا المستوصف ما بعلاج لهم ونود حالتهم سبعة آلاف نسمة في هذه القرية يعتمدون على هذه العربة الصحية المتنقلة التي إن حضرت لا تعد وإن غابت لا تفتقد لعدم التزام الكوادر الصحية بالدوام الرسمية بحسب حديث الأهالي لكاميرا الفل هجا وجابوا أن هذه المتنقلة وكل شي ما سفادنا من عندها كرفان متنقلة وكل شي ما سفادنا منها حتى دوام ماكم بيجوهم ساعة بيجوهم ساعتين ويبشون إحنا منطقة مسعيدة التابعة ناحية النجمي خضاء الرمثة تعداد هذه المنطقة سبعة آلاف نسمة سبعة آلاف نسمة عندنا مركز واحد صحب ناحية النجمي يبدأ أربعة أشكيل وعن المنطقة المنطقة التي ستكون بيحنا وأنا شخصيا جيتهم يوم من الأيام قلت ما لحقنا عليهم أصلا ما لحقنا عليهم يابا وين تردون بالعشرة ساعة بالعشرة قالوا والله هذا دوام نحن يابا ليش قالوا إحنا ما مرتبطين بهذا المركز الصحي وبهدف تقديم خدمات تتلائم مع واقع هذه القرية فإن صحة المثنى شكلت لجنة تحقيقية للوقوف على حقائق ما يقدم من خدمات صحية للأهالي العيادة المتنقلة وضعت في هذه المنطقة بعد السقوط وبعد انهيار البيت الصحي الموجود في المنطقة في عام 2015 نهاية عام 2015 الآن إحنا راح نشكل فريق عمل لإقامة ورشة عمل بالتعاون مع أهالي المنطقة ووجهها لحل مشاكلهم الصحية والنهوض بالواقع الصحي في هذه المنطقة ارتفاع مؤشر الإصابة بالتشوهات في قرية مسعيدة جعل من الأهال يفكرون بهجرة جماعية مستغربين من حالة النسيان التي عاشوها طيلة السنوات الماضية من المثنى حيدر العارضي ألف الهجاء ترجمة نانسي قنقر